مع تفشي فيروس كورونا أوصدت الدول أبوابها في وجه جيرانها وفي وجه العالم قيدت حركة السكان وتوقفت الحياة إلا في قطاعات محددة فقط فتأثر الاقتصاد لكن يبدو أن صبر بعض الساسة والناس نفذ حيث يلوح في الأفق قرار عودة الحياة على الأقل جزئيا البداية من إسبانيا أحد أكثر الدول تضررا من كورونا سمحت السلطات لبعض العاملين في قطاعات ليست ضرورية كالمصانع والبناء بالعودة لوظائفهم وتقول إنها هذه العودة حذرة أما السويد التي تتخذ أصلا إجراءات غير مشددة حيث تسمح بعمل الكثير من الشركات والتجمعات لنحو خمسين فردا وعودت العديد من الأندية للتدريب ألمانيا أيضا تبحث تخفيف القيود ووضع خريطة طريق لعودة الحياة إلى طبيعتها أمر مطروح أيضا في كوريا الجنوبية التي قد تسمح بدورها بمستويات محددة من النشاط الاقتصادي والاجتماعي ما احترام بالطبع قضية التباعد الجسدي باكستان هي الأخرى خففت من الإجراءات إجراءات الحظر وسمحت للعاملين في البناء باستئناف النشاط عربيا البحرين أيضا سمحت بعودة نشاط المحالة التجارية والصناعية بشروط منها منع الاقتضاد وارتداء الكمامة